نعم وانتقل إلى ضيفي دكتور محمد فايز فرحات يعني دكتور محمد دخول الصين وروسيا على خط الأزمة وأيضا التصريحات بأن على إسرائيل ضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة احتلال وكان هناك تصريحات أيضا بأن قوة الاحتلال لا تعني الدفاع عن النفس إذن هناك مجموعة من التطورات في روسيا والصين ودخولها على خط الأزمة كيف ترى وكيف تقرأ المشهد اليوم؟ يعني مساء الخير أولا في الحقيقة طبعا لا شك أن دخول الصين وروسيا على خط هذه الأزمة الخطيرة ليس اليوم لكن هو كان من اليوم الأول لبدء الأزمة يعني البيانات المهمة التي صدرت عن وزارة الخارجية الصينية والتحركات الصينية الروسية داخل مجلس الأمن يعني في رأيي كانت مهمة من زاوية يعني من زاويتين الزاوية الأولى هي الحلولة دون صدور يعني قرارات شديدة يعني الانحياز من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الفيتو الروسي يعني كان لعب دورا بالتنصيق مع الصين للحلولة دون صدور مثل هذه القرارات فبالتالي الموقف الصيني والروسي لعب دورا في ترشيد أو يعني قطع الطريق على مزيد من الانحياز من خلال مجلس الأمن الزاوية الثانية أن الموقف الصيني والروسي لعب دورا أيضا في كشف حالة الاستقطاب الخطيرة القائمة في داخل النظام الدولي وعلى أرضية أيضا يعني الأزمة الجارية في غزة فكل الموقفين الروسي والصيني لعب دورا مهما أيضا في كشف يعني ضعف الموقف الأخلاقي الغربي والأمريكي فيما يتعلق بالدعم الخطير للجانب الإسرائيلي لكن في رأيي أن الموقف الروسي والصيني قد لا يذهب أكثر من هذا ما لم يكن هناك يعني تطورات خطيرة واستدعاء لروسيا والصين في هذه الأزمة لكن يعني ما زلت أرى أن كل منهما يعني سيظل معنيا بالأساس بالقضايا المباشرة لأمن كل منهما الروسيا مزالت يعني الانخراط الأكبر في الأزمة أو الحرب داخل روسيا داخل أوكرانيا عفوا الصين أيضا مزالت معنية بالتطورات في محيط الإقليمي مثل قضايا بحر الصين الجنوبي أو تيوان وغيرها من القضايا ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي أو الصيني فبالتالي يمكن هنا القول بأن الموقف الروسي والصيني يعني حضورهما في أزمة غزة مازال يخضع لحسابات عديدة وحسابات معقدة من الجانبين ترجمة نانسي قنقر